دلوقتي عندنا بشرة صارة للمواطنين وهي أن البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع شركة اتصالات مصر وده بهدف إتاحة وتوفير نطاقة أوسع للتغطية شبكة المحمول علشان يستفيد منها عملاء البنك وسكان الريف في كافة أنحاء الجمهورية وكمان هيستفيد البنك من التغطية دي من خلال تطوير خدماته وتقدمها بشكل أسهل وأسرع للعملاء وبالمناسبة دي أكد الأستاذ سامي عبدالصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن توقيع هذا البروتوكول يتوافق مع استراتيجية البنك والتي بتهدف إلى مواصلة تطوير البنية التحتية والتكنولوجية وتقديم خدمة أفضل للعملاء وهيستغل البنك الانتشار الكبير لفروع والأصول التابعة لي في القرى في تقديم خدمات الاتصالات لقطاع كبير من سكان الريف وهو ما يحقق أحد أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال تحسين جودة الحياة في الريف والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي لسكان الريف وتعتبر شركة اتصالات مصر هي شريك استراتيجي للبنك الزراعي المصري في مشروعات تحديث البنية التحتية والتكنولوجية وعمليات التحول الرقمي التي يقوم بها البنك ونفذت الشركة الشبكة البديلة للبنك والتي سهمت فيما كانت فروع البنك بما يضمن تقديم مستوى عالي من جودة الخدمات لعملائه بأفضل صورة ممكنة ويتيح الاتفاق لعملاء البنك الزراعي الوصول إلى شبكة الاتصالات بشكل أسرع وأسهل وهو ما سيمكنهم من الاستفادة من خدمات مصرفية متطورة والوصول إلى منصات البنك عبر الهاتف المحمول بسهولة وبيسر ودلوقتي هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية علشان نستكمل باقي فقراتنا